درس جديد من دروس مادة العلوم درس رؤية الأجسام الملونة يلا بينا نشوف الدرس بيقول إيه خدنا في الحصة اللي فاتت يا ولاد خامس خاصية من خصائص الدق كان الدق الأبيض بيتحلل إلى ألوان الطيف السبع وكان المنشور السلال السلازي هو المسؤول عن تحليل الدق الأبيض تمام؟ ولما نيجي نعرف السبع ألوان نرجع علوم كده بسرعة هما كانوا إيه؟ أحمر برتقالي أصفر أخضر أزرق نيلي بالنفسجي يبقى الدق الأبيض ده بيتحلل للسبع ألوان السؤال بقى اللي أنا عايزة أسأله دلوقتي يا ولاد هل ينفع أجمع ألوان الطيف دي مرة أخرى؟ يعني ينفع أرجع السبع ألوان دول إلى لون أبيض تاني؟ دعالوا نشوف مع بعض عندي طريقتين أقدر أرجع بيهم الدق الأبيض لطبيعته إزاي يا ولاد؟ حاجة بسيطة جدا أنا هخليكم تعملوها نشاط بسيط كده هتعملوه في البيت وتقولولي علي المرة الجاية بإذن الله أول طريقة عندي اسمها أرس نيوتين أرس نيوتين ده يا ولاد بجيب أرس من الورق المقوة كارتون تمام؟ بقسمه إلى سبع أقسام متساوية سبع أقسام متساوية زي ما احنا شايفين كده معايا يا ولاد أهو ده تمام؟ وأبتدي ألون كل قسم منهم بألوان الطيف السبعة بس في صورة مرتبة يعني الأحمر وراء البرتقوني أصفر أخضر أزرق نيلي ما نفسيكي لازم يكون اتفا مرتبة وهعمل سقب في النص كده يا ولاد هعمل سقب هنا وأحط في الألم الرصاص وأبتدي ألف الأرس دوت بسرعة وألاحظ لون الأرس وأنا بلفه هنلاحظ أنه لون الأرس ده بيديني إحساس باللون الأبيض بيديني إحساس باللون الأبيض هقولها تاني كده النشاط ده هتعمله في البيت وهتقول لي إيه اللي إنت لاحظته منه المرة الجاية بإذن الله هجيب أرس من الورقة المقوعة هقصها كده في صورة دايرة تمام يا ولاد؟ وأقسمها لسبع أقسام متساوية وأحط فيهم كل لون من ألوان الطيف السبعة الأحمر وراء البرتقاني الأصفر الأخضر الأزرق النيل ما نفسك لازم يكونوا بالترتيب وأعمل سقف في النص هنا وأبتدي أحط ألم رصاص وألف الأرس بسرعة هلاحظ هلاحظ وجود الأرس باللون الأبيض تمام كده يا ولاد؟ يبقى دي أول طريقة قدرنا بها نجمع ألوان الطيف مرة أخرى إلى اللون الأبيض تمام؟ طيب فيه طريقة تانية؟ آه فيه طريقة تانية تعالوا نشوف احنا قلنا أن المنشور الثلاسي كان بيحلل الضوء الأبيض إلى السبع ألوان اهو شايفيني المنشور الثلاسي الأولاني ده اهو دخل ضوق أبيض تلعو السبع ألوان يبقى المنشور ده حلل الضوء الأبيض للسبع ألوان جميل هجب منشور آخر بس هقلبه بقى يا ولاد هقل القاعدة هي اللي فوق وراصه هي اللي من تحت يعني واحد معدول واحد مقلوب تاني تاني هجيب منشورين اللي داخل إلى السبع ألوان اللي هم ألوان الطيف السبعة وهجيب قدامه منشور آخر بس في صورة مقلوبة هيجمع السبع ألوان دول زي ما احنا شايفين كده يا أولاد ويخرج ضوء أبيض تاني يبقى أنا دلوقتي قدرت أجمع السبع ألوان بتوع ألوان الطيف إلى ضوء أبيض تاني عن طريق حاجتين أول حاجة كانت أورس نيوتل رقم اتنين عن طريق منشورين أحدهم معدول أو معتدل بيحلل الضوء الأبيض بيجمع ألوان الطيف تاني للضوء الأبيض يبقى دي الطريقتين اللي أنا أقدر بيهم أجمع الضوء الأبيض طيب احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت برضو على لفازية الضوء خلال المواد الشفافة والنص الشفافة والمواد المعتمة تمام تمام تعالوا بقى نشوف النهاردة رؤية الأجسام الملونة الشفافة والنص الشفافة بص الإزازة المعاية دي يا أولاد دي زجاجة شفافة بس ليها لون زجاجة شفافة ملونة زجاجة شفافة ملونة أخضر أزرق اللون مش مشكلة بس المهم هي تكون ملونة اللون الإزازة دي يا أولاد احنا كلنا شايفينها باللون الأخضر ليه أنا شايف الإزازة دي باللون الأخضر لأن الأجسام الشفافة والنص شفافة هتظهر لنا بلون الضوء اللي بتنفزه يعني هي هنا هيدخل فيها السبع ألوان بطوع ألوان الطيف مش هتعدي منهم أو هيمر منها أو هتنفز غير اللون الأخضر فقط هقولها تاني الزجاجة دي زجاجة شفافة ملونة باللون الأخضر ليه أنا شفتها باللون الأخضر لأن دي جسم شفاف ملون الأجسام الشفافة والنص شفافة هتظهر بلون الضوء اللي بتنفزه أو اللي بيمر من خلالها مش هتسمح لأي لون من الألوان السبعة دي غير لونها بس هي لتعديه يعني اللون الأخضر هتمنع بقية الألوان إنها هتعدي فتعدي اللون بتاعها بس فتظهر باللون الأخضر يبقى اللي أنا عايزة أطلع منه دلوقتي القاعدة اللي أنا همشي عليها الأجسام الشفافة والنص شفافة بتظهر بلون الضوء اللي بتنفزه خد بالك من الكلمات اللي أنا بقولها دي كويس قوي هتظهر بلون الضوء اللي تنفزه أو يمر من خلالها اللي تنصح تمام؟ تمام ده بالنسبة للأجسام الشفافة الملونة والنص شفافة طيب نيجي بالأجسام المعتمة الأجسام المعتمة ملونة برضو أجسام معتمة ملونة طيب كلنا شايفين الموزة هنا يا ولاد الموزة شايفينها باللون الأصفر طب ليه شفت الموزة باللون الأصفر عشان السبع ألوان لما نزلوا عليها بتوع ألوان الطيف السبعة أو الألوان الضوء الأبيض هتعمل إيه بقى هتمتص الألوان دي كلها شايفينه اللون الأصفر هو الوحيد اللي بتعكسه فعشان كده بيظهر لنا بالضوء باللون الأصفر هقولها تاني الموزة دلوقتي اللي أنا شايفها باللون الأصفر عشان لما سقطت عليها السبع ألوان بتوع ألوان الطف السبعة عملت ايه؟ امتصت الألوان كلها خدتهم كلهم وعكست اللون الأصفر فقط عشان كده أنا شفتها باللون الأصفر طيب مثال تاني عشان نوضح العملية دي عندي ورقة الشجر الخضراء دي أولاد شايفينها؟ أهي ورقة شجر خضراء كلنا شايفينها باللون الأخضر ليه أنا شفتها باللون الأخضر؟ هسأل نفسي هي المادة دي مادة ايه؟ ورقة الشجر دي مادة ايه؟ شفافة ولا نصف شفافة ولا معتمة؟ طبعا معتمة لأنني مش هقدر أشوف الحاجة وراها بوضوح مش هشوفها خالص مش هشوف الحاجة اللي وراها خالص يبقى دي مادة معتمة آه بس لها لون؟ يبقى مادة معتمة خضراء تمام؟ ليه أنا بقى أشوفتها باللون الأخضر عشان لما سقط عليها السبع ألوان بتوع ألوان الطيف السبعة أو ألوان الضوء الأضياد تمام امتصت هاي شايفين الأسهم امتصت الألوان كلها وعكست بس الضوء الأصفأ الأخضر اللي أنا قدرت أشوفه به يبقى الأجسام المعتمة القاعدة بتاعتي بقى الأجسام المعتمة الملونة بتظهر بلون الضوء الذي ايه الذي تعكسه تمام تاني بقى أنا خدت دلوقتي تلات مواد مواد شفافة ونص شفافة ملونة ومواد معتمة ملونة المواد الشفافة والنص شفافة بتظهر بلون الضوء اللي ايه اللي بتنفزه اللي بيمر من خلالها اللي تقدر تعديه تمام بقية الألوان مش هتظهرها تمام كده يا ولد نيجي بقى للأجسام المعتمة الملونة دي هتظهر بلون الضوء الذي تعكسه تمام زي الموزة كده شفتها باللون الأصفر ليه؟ لو جاء اللي يعلل تظهر الموزة باللون الأصفر ليه؟ هقول لنا لأنها بتنتص جميع ألوان الطيف وتعكس الضوء الأصفر فقط تمام كده يا ولد؟ تمام تعالوا كده بقى الأجسام الشفافة والنصف شفافة الملونة والأجسام المعتمة الملونة تمام طب أنا بقى عندي أجسام معتمة بيضاء وسوداء تمام كده؟ طيب أولا ناخد البيضاء رؤية الأجسام المعتمة البيضاء ليه يا أولاد الجسم الأبيض اللي أنا شايفاه قدامي ده؟ شايفاه باللون الأبيض ليه شايفاه أبيض؟ لأن اللون الأبيض يا أولاد أو الأجسام البيضاء بتعكس كل الألوان ما بتمتصش ولا حاجة بتعكسها كلها عشان كده شفتها باللون الأبيض ثاني الحتة دي رؤية الأجسام المعتمى البيضاء بشوفها ليه بيضاء لأنها بتعكس جميع الألوان بتعكس كل الألوان ما بتمتصش ولا لون منهم معاً يا أولا؟ عشان كده أنا شفتها باللون الايه؟ باللون الأبيض تمام؟ عشان كده برضو يا أولاد لو أنا عندي جسمي لونه أبيض الدوء الأبيض ده هيظهر بلون إيه؟ هيظهر بلون الدوء الذي يسقط عليه يعني إيه؟ يعني أنا لو جبت جسم أبيض زي ده تمام؟ وحطيت عليه مثلا الليزر اللونه أحمر الليزر اللي أنتو بتلعبه بيه اللي لونه أحمر الورقة دي هتظهر باللون إيه؟ باللون الأحمر تمام كده؟ لأنه هي عكسة اللون الأحمر عليها تمام كده؟ أقولها تاني مرة أقولها المرة التانية الأجسام المعتمة البيضاء لما يزل عليها أو يسقط عليها جميع ألوان الطيف تعكسها كلها تعكس كل ألوان الطيف تمام كده؟ لكن لو سقط عليها هنا مثلا ضوء أحمر أو أخضر هتظهر باللون الأحمر أو الأخضر تمام كده؟ طيب نيجي بقى رؤية الأجسام المعتمة السوداء رؤية الأجسام المعتمة السوداء الأجسام السوداء بقى يا ولاد هتمتص كل ألوان الطيف هتمتصهم كلهم البيضة كانت بتعكسها ركز معي البيضة كانت بتعكس كل الألوان بتعكسها كلها ما بتمتصش ولا لون طب السودة عكسها بتمتص كل ألوان الطيف تمام؟ عشان كده بتظهر سوداء هقولها كمان مرة بالليب نرى الأجسام السودة باللون الأسود لأنها بتمتص جميع ألوان الضوء الأبيض الساقط عليها بتاخدهم كلهم تمام كده يا أولاد؟ طب أنا هستفد بقى من القاعدة دي في حاجة مهمة جدا 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 إحنا كلنا يا أولاد ملاحظين إن إحنا في الصيف بندبس ألوان فتحة أبيض بمبة لبني أصفر فاتح ليه الصيف عندنا بندبس فيه الألوان الفتحة دي؟ فكر معايا كده ليه في الصيف بلبس ألوان فتحة ليه يا أولاد؟ عشان الألوان الفتحة دي بتعمل إيه؟ بص معايا لأنها بتعكس معظم أشاعة الشمس فما بحسش بحرارة الشمس معايا؟ ليه؟ يجي يقول لك علل كده يفضل ارتداد الملابس ذات الألوان الفتحة صيفا ليه في الصيف بلبس ألوان فتحة يا أولاد؟ عشان دي بتعكس إيه؟ بتعكس ضوء الشمس أو بتعكس أشعة الشمس عن جسمي فبالتالي ما بحسش بالحرارة طب تعالوا بقى كده نعكس الكلام ده في الشتاء معظم الألوان اللي عندنا في اللبس في الشتوي إيه؟ هنلاقيها كحلي رمادي أسود زيتي الألوان الدكنة الألوان الغمقة تمام يا أولاد؟ طب ليه بلبس أغامق في الشتاء؟ ليه الألوان الغمقة دي؟ آه بيقول لك يفضل ارتداد الملابس ذات الألوان الدكنة شتاءا ليه بقى؟ ما احنا قلنا الأسود عكس مين؟ عكس الأبيض الأبيض كان بيعكس كل الأضواء تمام؟ الغمقة بقى بتعمل إيه يا أولاد؟ أو السوداء؟ بتمتص معظم أشعة الشمس فلما تمتص أشعة الشمس أنا أحس بالدفق أنا أحس بالدفق هقول السؤالين تاني سؤالين امتحنات يقول لك أعلّل بيفضل ارتداد الملابس ذات الألوان الفاتحة صيفاً تمام؟ ليه في الصيف؟ بلبس ملابس لونها فاتحة لأنها ها تعكس معظم أشعة الشمس طيب عكس السؤال يفضل ارتداد الملابس ذات الألوان الدكنة شتاءاً ليه بلبس الملابس ذات الألوان الدكنة أو الغمقة يا أولاد؟ ليه في الشتاء؟ لأنها تمتص معظم أشعة الشمس فنشعر بالإيه؟ فنشعر بالدفق تمام؟ طيب يلا بينا هنتقل على نقطة تانية احنا قلنا من شوية يا أولاد أن الأجسام الشفافة الملونة هتظهر بلون الدوء الايه؟ ها قول معايا بلون الدوء الذي تنفذه أو يمر من خلالها جميل تعالوا بقى نشوف قصة الطفاحة مع اللوح الزجاجي اللوح الزجاجي ده شايفينه يا أولاد؟ ده لونه ايه؟ ها أحمر والطفاحة دي برضو حمرة طيب أنا لو أقفة هنا من خلال اللوح الزجاجي الأحمر ده يا تارا هشوف الطفاحة بلون ايه؟ ها اللوح الزجاجي ده أحمر والطفاحة اللي وراه حمرة أنا شوف الطفاحة هنا بقى باللون الايه؟ ها باللون الأحمر طيب ليه شفتها باللون الأحمر؟ لأن اللون اللي منعكس من الطفاحة الطفاحة دي جسم معتم ملون هتعكس اللون الايه؟ الأحمر طيب ده جسم ملون شفاف جسم ملون شفاف هيتبني أو هتظهر بلون الضوء اللي ايه؟ اللي بيمر اللي بيعدي اللي بتنفذه من خلالها تمام؟ يعني الضوء الأحمر بتاع الطفاحة هتسمح له انه يعدي عشان ده نفسي لونها خد بالك بقى من حتة دي أولا تاني ركز قوي تمام؟ لون اللوح الزجاجي هنا أحمر والطفاحة اللي وراه حمرة أنا هنا هشوفها باللون الأحمر ليه شفتها باللون الأحمر؟ لأن لوح الزجاجي ده سمح أو يساعد أو يظهر بلون الضوء اللي بتنفذه أهو اللون اللي خارج من الطفاحة اللون أحمر نفسي لون اللوح الزجاجي فبالتالي أنا هشوفه برضو باللون الأحمر تمام كده؟ طيب هنغير لوح الزجاجي الأحمر ونحط اللوح زجاجي أخضر أو أزرق أي لون مخالف لللون الحاجة اللي وراه مش شبه نفس اللون اللي وراه تمام كده؟ طيب أنا هنا ده لوح زجاجي أخضر وورا برضو الطفاحة الحمرة ايه الطفاحة الحمرة دي جسمي معطي ملون بتعمل ايه؟ بتعكس الضوء الاحمر تمام طيب الضوء الاحمر ده وده له زجاجي اخضر هيسمح ان اللون الاحمر يعدي من خلاله لأ لأ ليه عشان ده مش شبه لونه مش نفس لونه فبالتالي مش هيسمح ان اللون ده يعدي فبالتالي انا يا ولاد لو وقفة هنا انا لو وقفة هنا هشوف التفاحة باللون الاسود احنا التغربة دي بسيطة جدا ممكن نعمل عندنا في البيوت لو عندي باب ازاز يا ولاد للون باب ازاز يكون للون بني اخضر ازرق اصفر اي لون حط وراه حاجة غير نفس اللون يعني مثلا حاجة حمرة وتكون مثلا الازاز ده لونه مثلا اخضر او ازرق وبتدي بص علي من ورا الازاز كده هتشوفوا لونه اسود ليه بقى انا شفته اسود ليه ما شفتوش احمر زي ما هي موجودة شفته اسود يا ولاد لان مش هتسمح للون غير لونها انه يعدي لانها مش هتسمح للون غير لونها انه يعدي او ينفذ تمام يبقى انا عندي هنا سؤالين مهمين جدا لما يجي يقولي تبدو التفاحة باللون الايه عند النظر اليها من خلال لوح زجاجة احمر شفاف اه الطفاحة حمرة واللوح احمر يبقى بالتالي هشوفها بنفس اللون احمر برضو تمام طب علل طب ليه ليه شفتها باللون الاحمر هقوله كده لان الطفاحة دي جسم معتم بتعكس اللون المين الاحمر واللوح الزجاجة لونه احمر هيسمح بنفاذ الدوء الاحمر فبالتالي هشوفه بالدوء الاحمر طيب لو غيرت هنا اللوح الزجاجة الاخضر او ازرق مثلا هقولك هنا تبدو التفاحة الحمراء باللون ايه عند النظر اليها من خلال لوح زجاجة اخضر اه نفسي الكلام في القصة الاولانية الطفاحة هتعكس الضوء الاحمر ولكن مش هيقدر يعدي من خلال اللوح الزجاجة الاخضر فبالتالي هيظهر باللون الاسود تمام كده يا ولاد يبقى احنا كده خدنا ايه خدنا لغاية دلوقتي الاجسام الشفافة والنص شفافة الملونة اللي هي زي اللوح الزجاجة الاحمر والاخضر دول دول بيسمحوا او بتظهر بلون الضوء اللي بتنفذ او بتمر من خلالها تمام وخدنا بعد كده الاجسام المعتمة الملونة زي الطفاحة زي الموزة زي ورقة الشجر الاخضر دي كلها اجسام معتمة ملونة اجسام معتمة ملونة دي بتظهر بلون الضوء الايه اللي بتعكسه وبعدين خدنا الاجسام البيضاء دي بتعكس كل الاضواء ما بتمتصش ولا حاجة بتعكس كل الاضواء عكسها الاجسام المعتمة السوداء بتنتص كل الاضواء تمام كده يا ولاد الأسئلة دي مهمة جدا طب ننتقل لكده هي الإجابة بتاعت السؤال الأول تبدو التفاحة الحمراء باللون الأحمر عند النظر إليها من خلال لوح زجاجي أحمر شفاف هقوله الإجابة بقى لأن التفاحة بتعكس الضوء الأحمر طب ليه بتعكس الضوء الأحمر ها الناس المركزة معاي عشان دي جسم إيه ها جسم معطم ملون تمام فهينا نقول تعكس تمام الذي يمر من خلال اللوح الزجاجي الأحمر الشفاف أحمر شفاف آه يبقى هنا هنقول يمر تمام كده آه كده هنقول يمر نيجي بقى للسؤال التاني ليه هنا التفاحة في الناحية التانية بتبان أو بتظهر باللون الأسود عند النظر إليها من خلال اللوح زجاجي أخضر هقوله إيه بقى هقوله لأن اللوح الزجاجي الأخضر بيعمل إيه هيمتص اللون الأحمر مش هيعديه مش هيسمح له أن يعدي ده مش نفس لونه ده مش نفس لونه فتظهر التفاح هنا باللون الايه باللون الأسود تمام كده ننتقل لنقطة جديدة عندي حاجة اسمها يا ولاد خلط الأضواء الملونة ركز معي أو في الحتة دي اسمها أضواء مش ألوان غلط لو قلت ألوان الدوق حاجة وألوان الطلاق حاجة تانية الألوان حاجة والأضواء حاجة تانية تمام كده طيب أنا دلوقتي هجيب جهاز الإسطات بتاع الأضواء ها بركز على كلمة الأضواء هجيب هنا ضوء أحمر ضوء أزرق ضوء أخضر تمام واعمل لون تداخل بنفس الشكل اللي أنا شايفها دلوقتي كده تمام طيب أنا عشان أعرف الأضواء الملونة عندي حاجتين عندي حاجة اسمها أضواء أولية أو أساسية وعند أضواء ثانوية أضواء أولية أو أساسية وأضواء ثانوية إيه هي الأضواء الأولية الأضواء الأولية هي أضواء يستحيل الحصول عليها بخلط ضوء أين معا ما ينفعش حط ضوء على ضوء يطلع اللون أحمر ما ينفعش حط ضوء على ضوء يطلع لضوء أخضر ما ينفعش حط ضوء على ضوء يطلع للون أزرق الأضواء دي أضواء ما يستحيل الحصول عليها بخلط أضواء أخرى تمام؟ يبقى دي اسمها أضواء إيه؟ أضواء أولية إيه هم الأضواء الأولية؟ تلت أضواء أحمر، أخضر، أزرق أقولهم تاني أحمر، أخضر، أزرق بسميهم أضواء أولية تعرفها إيه؟ هي أضواء يستحيل يستحيل الحصول عليها بخلط ضوئين معا تمام طيب نيجي للنوع الآخر وهي أضواء الثانوية الأضواء الثانوية دي بقى أولاد أضواء بتنتج أو يمكن الحصول عليها بخلط ضوئين من الأضواء الايه الأولية يعني حط ضوئين من الأضواء الأولية مع بعض يطلع للون ثانوي زي مين زي الأصفر القرموزي الأزرق الفاتح تاني تاني لقدنا الأضواء الأولية أضواء بيستحيل ما ينفعش إن أنا جيبها بخلط ضوئيني أو أكثر والثلاث أضواء بتعميل أحمر أخضر أزرق تمام دي اسمها أضواء أولية نيجي بال الأضواء الثانوية هي أضواء يمكن الحصول عليها أقدر أحصل عليها لما خلط إيه لما خلط اللونين سوري لما خلط ضوئين من الأضواء الأولية طيب هينتج لإيه بقى الأضواء السنوية زي مين زي الأصفر الكرموزي الأزرق الفاتح الكرموزي يا أولاد عشان دة لون جديد عليكم نفس اللون ده. شايفين اللون ده? ده اسمه كرموزي. اللون ده اسمه كرموزي. زي البنبة الغمق شوية. زي البنبة الغمق شوية. تمام يا ولاد? ده اسمه لون كرموزي. تمام. طيب. انا احصل على الاضواق دي ازاي? ببص بمساطة كده معي في الثلاث اضواق دول. ادي الاحمر. ادي الاخضر. و ادي الازرق. لما خلطت الاحمر. الضوء الاحمر مع الضوء الاخضر. إداري الجزء ده مين ده المشترك ما بينه اللون ده مين الدوء ده اسمه دوء أصفر تمام يبقى أنا بحصل على الأصفر إزاي عن طريق خلط الدوء الأحمر مع سوري مع الدوء الأحمر طيب بقدر أحصل على الدوء الأصفر بخلط الدوء الأحمر مع الدوء الأخضر طيب الأزرق الفاتح بحصل عليه إزاي يا أولاد بقدر أحصل عليه بخلط الدوء الأخضر مع الدوء الأزرق طيب ناقص كده اللون مين الدوء الكرموزي الكرموزي بحصل عليه إزاي لما بخلط الدوء الأحمر مع الدوء الأزرق يبقى أنا بحصل على الكرموزي طيب أنا بقى دلوقتي لو خلطت الدوء الأحمر والأخضر والأزرق تتوقع اللون اللي هيطلع لو أنا خلطت الثلاث أضواء الأساسيين أو الأوليين عارفين إيه الضوء اللي هيطلع؟ الضوء الأبيض تمام؟ هيطلع لو أنا خلطت الأضواء الأساسية يرجع تاني يرجعني للضوء مين؟ للضوء الأبيض يبقى عند خلط الضوء الأحمر والأخضر والأزرق اللي هما الثلاثة مين؟ الأولية الأضواء الأولية يرجعني تاني للضوء مين؟ الضوء الأبيض طبع عندي سؤال عالي اللي بيقول يعتبر الضوء الأحمر من الأضواء الأولية ليه يا أولاد ليه الضوء الأحمر من الأضواء الأولية سواء للأحمر سواء للأخضر سواء الأزرع ليه هي من الأضواء الأولية هقوله الإجابة الوحدة الإجابة الوحدة لأنه لا يمكن الحصول عليه بخلط ضوءين آخرين ما ينفعش أحصر على اللون ده بخلط ضوءين آخرين لأنه ده أضوء أولي طيب هعكس السؤال وهقولك يعتبر الضوء الأصفر وممكن أقول الأزرق الفاتح ممكن أقول الكرموزي ليه من الأضواء الثانوية الإجابة سهلة هقوله لأنه يمكن الحصول عليه بخلط ضوءين من الأضواء الأولية هنا ذكرني الأصفر أقوله آه يبقى بخلط الضوء الأحمر مع الأخضر لو قال الكرموزي يبقى بخلط الضوء الأحمر والأزرق لو قال الأزرق الفاتح يبقى بخلط الضوء الأخضر الفاء الأخضر مع الأزرق تمام يا أولاد الألوان خد بالك منها كويس أولا تمام ننتقل كده على سؤال آخر أكمل من الأضواء الأولية نقط ونقط ونقط ها مين هيجاوب معايا يا أولاد مين هيجاوب معايا واجتبل في التعليقات هشوفها في آخر الحلقة من الأضواء الأولية نقط ونقط ونقط مين مركز معايا ها الثلاث أضواء الأولية كان اسموهم ايه الأحمر الأزرق الأخضر تمام طيب ينتق الضوء القرمزي ها لسه قيلينه من خلط الضوءين الأحمر والأزرق الأحمر والأزرق رقم ثلاثة فكهة الفراولة الفراولة يا أولاد بتبدو حمراء لأنها تعكس اللون الفراولة دي هسأل نفسي جسمي معطم ملون يبقى بتعكس الضوء ها ولونها ايه لونها ايه لونها احمر بتعكس أنا ضوء الأحمر بتعكس الضوء الأحمر سؤال رقم 4 تبدو الأجسام نقاط بلون الضوء اللّذها تعكسه ها الدوء بدعكسه كان مين دي بقى؟ كانت الأجسام مين اللّي بتعكس الضوء؟ كانت الأجسام المعتمة تبدو الأجسام المعتمة بلون الضوء الذي تعكسه تمام؟ فرقم خمسة تبدو الأجسام نقطة بلون الضوء الذي يمر من خلالها تبدو الأجسام نقطة بلون الضوء الذي يمر أو ينفذ من خلالها يمر أو ينفذ الاثنين واحد الأجسام كان اثنين الشفافة والنصف شفافة ملونة تمام كده يا أولاد؟ طيب فيه سؤال تاني هو فيه سؤال تاني بيقول لي في الشكل المقابل ما لون الطفاحة؟ امتى بقى؟ خركز بقى في السؤال عند النظر إليها من خلال لوح زجاجي أحمر آه هنا الطفاحة سأل نفسي لونها إيه؟ لونها أحمر والزجاجي لونه إيه؟ أحمر يبقى أنا هنشوفه باللون الإيه؟ برضو الأحمر طب ليه؟ لأن الطفاحة هنا هتعكس اللون الأحمر عشان دي جسمه معطم ملون تمام واللوح الزجاجي ده لوح شفاف ملون باللون برضو الأحمر طالما شفاف ملون يبقى هينفز اللون بتاعه مش ده أحمر؟ وده أحمر يبقى احنا هنشوفها باللون الأحمر نشوف الإجابة مع بعض يبقى هنا الطفاحة تظهر باللون الأحمر ليه؟ لأن اللوح الزجاجي الأحمر هيمرر أو هينفز الضوء الأحمر المنعكس منين؟ المنعكس من الطفاح تمام؟ تمام كده يا أولاد؟ تمام كده يا أولاد؟ يلا بينا نشوف السؤال الآخر عشان تفهمني الدرس أكتر وأكتر الصبورة السوداء هسأل نفسي الصبورة السوداء دي جسم إيه من اللي احنا خدناهم؟ هل هي شفافة؟ ولا نص شفافة؟ ولا هل هي معتمة ملونة؟ ولا هي جسم أبيض ملون؟ ولا هي جسم معتم ملون؟ طبعا هي جسم معتم ملون تمام؟ تمام الصبورة السوداء بها تعمل إيه؟ هتعكس جميع الألوان؟ تعكس جميع ألوان الطيف؟ ولا هتمتص جميع ألوان الطيف؟ ولا هتعكس لونها فقط؟ ها؟ الإجابة هتكون إيه؟ هتعكس جميع الألوان؟ هتمتص جميع الألوان؟ هتعكس لونها فقط تعالوا مع بعض نشوف الإجابة آه هتمتص جميع الألوان قلنا السبورة السودة أو الأجسام السودة تمام دي كده دي معتمة ملونة يبقى بالتالي هتمتص كل الألوان عشان كده بتظهر بالدوء أو باللون الأسود نشوف السؤال الآخر تبدو الأجسام الشفافة الملونة تبدو الأجسام الشفافة الملونة بلون الضوء الذي ها تعكسه تمتصه تنفذه تاني الأجسام الشفافة الملونة ياريت نفكر في السؤال قبل ما نجاوه تعكسه تمتصه تنفذه طبعا الإجابة هتكون تنفذه طبعا الإجابة هتكون تنفذه تمام ليه عشان دي جسم شفاف ملون عشان دي جسم شفاف ملون السؤال الآخر عند خلط الضوء الأحمر والأزرق والأخضر ينتج اللون الإيه يا أولاد هسأل نفس سؤال هو الأحمر والأزرق والأخضر دول أضواء إيه؟ أضواء إيه من إحنا خدناهم؟ أضواء أولية جميل ولما خلط التلات أضواء الأولية مع بعض يرجعني تاني للضوء مين؟ للضوء الأبيض تمام كده يا أولاد؟ طيب هنلخص اللي إحنا قلنا دي الوقتي هنلخص اللي إحنا قلنا دي الوقتي عشان ما حدش يتهمني خدنا ايه النهاردة؟ خدنا رؤية الأجسام الملونة وقلت إن إحنا في الحصة اللي فاتت أقدر أحلل الضوء الأبيض للسبع ألوان تمام؟ عن طريق المنشور السلاسي اللي خدنا جديد النهاردة ينفع أدمع السبع ألوان تاني وارجعهم للضوء الأبيض قلنا آه ينفع؟ عن طريق قرس نيوتن وعن طريق منشورين سلاسي أحدهم معدول والآخر مقلوب تمام؟ واحد هيحلل ضوء الشمس أو الضوء الأبيض للسبع ألوان والآخر يجمع السبع ألوان للضوء الأبيض مرة أخرى وكمان خدنا خدنا الأجسام الشفافة والنصف الشفافة الملونة تمام؟ وقلنا إن هي بتظهر بلون الضوء الايه؟ الذي تنفذه الذي تنفذه اللون بتاعها هتعدل اللون بتاعها بس طيب بعد كده خدنا رؤية الأجسام المعتمة الملونة زي الموزة، زي ورقة الشجر، زي التفاحة، زي الطماطي دي كلها أجسام معتمة ملونة بتعمل إيه؟ بتاعكس بتاعكس مين؟ لونها فقط بتاعكس لونها فقط تمام كده يا أولاد؟ وبعد كده خدنا الأجسام المعتمة البيضاء والسوداء وقلنا الأجسام المعتمة البيضاء بتاعكس كل الألوان مش عايزة ولا لون، بتاعكس كل الأضواء اللي بتنزل عليها تمام؟ والأجسام السوداء عكسها يا أولاد بتمتص كل الألوان الأجسام السوداء بتمتص كل الألوان وبعدين خدنا خدنا رؤية التفاحة من خلال لوح زجاجي أحمر ومن خلال لوح زجاجي أغدر وعرفنا الفرق بين الاتنين لو هي نفس اللون بتاعها، لوح الزجاج نفس اللون بتاعها، يبقى هنشوفها بنفس اللون أحمر وأحمر، أشوفها باللون الأحمر لكن لو اللوح الزجاجي مختلف، لون مختلف يبقى أنا هنا هشوفها باللون الأسود تمام كده يا أولاد؟ وبعدين خدنا الأضواء الأولية والأضواء السنوية وقلنا الأضواء الأولية هي أضواء بيستحيل الحصول عليها بخلط ضوئيني معاً ومين هي الأضواء الأولية دي؟ هي الأحمر والأخضر والأزرق تمام؟ وبعدين خدنا الأضواء الثانوية مع بعض وقلنا هي أضواء أقدر أحصل عليها أو يمكن الحصول عليها بخلط ضوئيني من الأضواء الأولية زي مين؟ زي الأصفر، القرمزي أهو يا ولاد عشان بنسأل كتير على اللون القرموزي اللون ده والأزرق الفاتح بحصل على الأصفر ازاي لما حط ضوء أحمر مع ضوء أخضر اهي الجزء ده ده الجزء المشترك ما بين الأحمر والأخضر طالع اللون الأصفر كمام؟ طيب بحصل على الكرموزي ازاي لما حط ضوء أحمر مع ضوء أزرق أحمر وأزرق يطلع للضوء الكرموزي طب لو حطيت الضوء الأخضر مع الضوء الأزرق يطلع للأزرق الفاتح احنا شايفينه ده. لو حطيت بقى الثلاث أضواء الأحمر والأزرق والأخضر الحتة دي المشتركة اللي هو اللون أو الضوء الأبيض. الضوء الأبيض. تمام كده يا ولاد؟ ده ببساطة كان الدرس بتاعنا. يارب يكون سهل وفهمتوك.